بين الفراعنة ووسود الأطلسي ما صنع الحداد في تاريخ كأس أمم أفريقيا لم تكن الكفة تميل للفراعنة دائما لكن الوضع تغير في المباراة الأخيرة لتصبح مصر البلد العربي الأول في نهائيات البطولة لم ينتظر المغاربة أكثر من خمس دقائق ليفتتح التسجيل بضربة جزاء حصلها حكيمي وسددها بوفال لتنهي الشوطة الأول بتقدم المغرب بهدف للا شيء نجح أبو صلاح في تحقيق هدف التعادل بسهولة بعد أن ارتدت الكرة من حارس المغرب الذي أدى عمله بحرفية وأبعد خطورة رأسية المدافع المصري محمد عبد المنعن في الشوطة الإضافي جاء دور محمود تريزيغي لاعب أستنفيل ليتألق بهدف الفوز والذي حمل مصر إلى دور نصف النهائي وأخرج الأطلسي أسود الأطلسي من البطولة الفراعين حنطون هذا المانشيت من صحيفة المنتخب أكبر صحيفة رياضية في المغرب هذا ما كتبته على صدر صفحتها الأولى كابتن المنتخب المغربي رومان سايس عبر عن أسفه للخسارة طبعا يقول قدمنا كل ما لدينا ولكن ليس كل شيء مثاليا نحن لم نستسلم حتى النهاية لكن ذلك لم يكن كافيا بالنسبة للمنتخب الأجواء كانت مختلفة بالنسبة للمنتخب المصري الفائز نستمع إلى نجم فريق مصر محمد صلاح يقول صلاح احتفل بصعود منتخب بلاده على طريقته الخاصة هذا الفيديو انتشر له على مواقع التواصل يظهر فيه في حافلة المنتخب المصري يتمايل عن أنغاب أغنية شعبية للمطرب المصري محمود الليفي مش هم دولة يما ولا ينفعون يما الفرح ظاهر على أيه لم تخلوا المباراة من الأحداث الدرامية أيضا بعضها كان طريفا أشرف حكيمي كان مطروحا على الأرض سرواله مشلوح ربما هذه الصورة الأكثر انتشارة من كل المباراة شد لاعب نصري سروال حكيمي عن غير قصد فتعرقل والتقطته الكاميرا بعد خسارة المنتخب طيب صلاح خاطر حكيمي احتضنه وواساه الناس وصفت الصورة بالروح الرياضية روح الأخوة ومن هذا الكلام أيضا روح الرياضية وروح الأخوة ظهرت جلية في الكواليس بعد شجار في الملعب ودائما هناك من يحمل الموبايل للتصوير ما شاهدتموك كان مشاجرة في الكواليس بين لاعبي مصر والمغرب سليم العنزي يقول والله عيب عيب لم تحصل أي مشاجرة في كأس أمم أفريقيا إلا بين الأشقاء مصر المغرب وتحية الأمة العربية حسني يقول صلاح أحسن لاعي في العالم حاليا بس الشجار اللي حصلت عادي بسبب الضغط الكروي المهم الشعبين إخوة وقلبين محمد أشرف يقول مصر فازت باللقب سبع مرات وتسعى لتحقيق الثامنة أرأس يا صلاح غني يا صلاح انتظروا مباراة مصر والكاميرون في نصف النهائي كأس أمم أفريقيا لا أعلم متى أنتم تعلمون شكرا لمشاهدتك تريندينج سنسعد باشتراكك بالقناة وإعجابك بالقصة ومشاركتها وتعليقك عليها شكرا للمشاهدة